الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيث ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو لكم العافية من الله في هذا الزمن زمن جائحة الكورونا وفي كل الأزمنة والأمكنة بإذن الله وقدم في هذا المقطع إن شاء الله نموذج حداري يحتوي على ما يسمى بعبارة التفاعل أو تفاعل بين متغيرين مستقلين Interaction Term هذا النموذج بختلف عن النموذج التقليدي الذي تعلمنا عنه لكن سأبين الآن في هذا الرسم التوضيحي هنا كيف يعني الآن تحت أي عنوين وأشكال تندرج نماذج الحدار المتعدد لدينا في النظرية نماذج غير خطية إما بتكون إس أسية أو إسية كما يعني مترجمة للغة العربية Exponential Model معكوس اللي هي Respirical Model أو Logorathmic Model أو أنها تكون Square Root يعني جذر تربيعي أو متعدد الحدود Polonomial فهذا غير الخطية الآن أما النماذج الخطية هناك تداخل بينها فهناك نماذج تحتوي على عبارة تفاعل اللي هي Interaction Term أو متغيرات مستقلة بمستويات العادية بالأقام يعني بتكون متفاعلة مع بعضها البعض أو ممكن تكون تحتوي على عبارة تفاعل من متغير عادي ومتغير وهمي وهناك نماذج الخطية العديدية اللي بيكون يعني المتغير المستقل مرفوع للقوة واحد فهذا الآن سأقدم بإذن الله خليط من هذا وهذا اللي هو عبارة تفاعل لكن فيه كمان هناك متغير وهمي اللي هو طبعا يعني بوخر صفر أو واحد متغير نوعي Dummy variable نتابع الآن كما ذكرت قبل قليل قد يحتاج الباحث في بعض الأحيان توظيف توليف من متغيرين متفاعلين كي يفسر الظاهرة تحت الجراثة لنفترض بأن باحثا ما يرغب بتحليل ظاهرة الظاهرة ما هي الظاهرة تشجيل الطلبة رسب آيل هنا عدد طلبة يعني في المدارس الخاصة في المشرق العربي هناك ميل عند أبناء الميسوريين الأغنياء أن يسجلوا أبناءهم في مدارس خاصة لأنهم يظنوا بأن المدارس العمومية أو الرسمية لا تقدم نفس مستوى التعليم أو المستوى التعليم العالي الذي يظنوا بأن المدارس الخاصة تقدمهم في هذه الحالة يمكن النظر إلى فئات السكان من حيث أن الدخل الآن Y sub I يعني مستوى الدخل يؤثر فيه على الطلبة الذين يستجلون في المدارس الخاصة والمستوى التعليمي لرب الأسرة الآن E D sub I اللي هو كم سنة رب الأسرة حصل إذا كانت دكتوراء أو ماجستير أو باكلوريس أو 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 وما وما كان الريض إذا كان بسكن مدينة أو ريف أو خلاف ذلك D sub I هذا D sub I يأخذ القيمة واحد صحيح إذا كان بسكن بالمدينة وصفر خلاف ذلك ريف أو بالية يمكن توصيف النموذج القياسي كما يأتي الآن هذا هو النموذج القياسي R sub I عدد الطلبة الذين يسجلون في المدارس الخاصة يساوي نقطة التقاطة A0 زائد A1 اللي هي A1 الآن معامل مستوى الدخل زائد A2 معامل هذا A2 معامل مستوى التعليمي على السنوات التي حصلها رب الأسرة والذي يتخذ القرار بتسجيل ابنه أو بنته في المدارس الخاصة زائد A3 اللي هو معامل الدي آي المتغير الوهمي المتغير النوعي أو الدمي الذي يأخذ قيمة واحد إذا كان الشخص اللي استطلعنا رأيه يسكن في مدينة أو صفر خلاف ذلك طبعا هنا أذكر دي آي تساوي دائما قاطل مدينة بنعطيه واحد خلاف ذلك يساوي الصفر نكمل على بركة الله النموذج مرة أخرى هذا نموذج مرة أخرى R sub I تساوي A0 زائد A1 في YI حيث YI مستوى الدخل زائد A2 في EDI هي عدد سنوات التعليم مستوى التعليم إلى الشخص اللي اتخذ قرار تسجيل ابنه في مدرسة خاصة زائد A3 اللي هو معامل المتغير الوهمي دي آي حيث دي آي تساوي الصفر لقاطل الريف أو البادية وواحصيه لقاطل المدينة تمثل الآن A0 هذه تمثل نقطة التقاطع لغير سكان المدينة بمعنى آخر إذا كانت قيمة A3 تساوي صفرا أوكي هذا يساوي صفرا إذا كان دي آي تساوي صفرا وبالتالي هذا لا يوجد إذا النقطة التقاطع عندما يكون طبعا صفر فبكون هذا ساكن في منطقة غير مدينة يعني ريف أو البادية وبالتالي نقطة التقاطع بتكون A0 أي الفئة المحذوفة هم سكان الريف وتمثل A0 زائد A3 هاي نقطة التقاطع لسكان المدينة إذا كان سكان مدينة يعني بيساوي واحد صحيح وبالتالي نقطة التقاطع تساوي A0 زائد A3 مضروب في واحد صحيح إذن تساوي A0 زائد A3 وتمثل A1 الآن A1 ميل الدالة بالنسبة لمن للدخل لسكان المدينة والريف وتمثل A2 ميل الدالة عفوا بالنسبة للمستوى التعليمي لسكان المدينة والريف إذن الآن A1 اللي هي ميل الدالة بالنسبة للدخل طبعا دخل أهل الريف وأهل المدينة وA2 ميل الدالة بالنسبة للمستوى التعليمي لرب الأسرة الذي يسكن في المدينة أو الريف يوضح الشكل هذا الآن الفرق بين نقطة هي التقاطع ومشار إليهم. الآن هذه نقص التقاطع مع المحور العمودي بالنسبة للدالة A not هاية لسكان الريف فقط لغير أو البادية. أما A not زائد A3 وهي نقص التقاطع بالنسبة لسكان المدينة أوكي نتابع. يمكن الآن إدخال عبارة التفاعل بين متغيرين بما في ذلك المتغير الصوري نتصور حالات التالية هاي الحالة ولا نصورها أنه الآن عدد الطلب المستجدين في المدارس الخاصة يساوي A not زائد A1 في مستوى الدخل زائد A2 في المستوى التعليمي لرب الأسرة زائد A3 في DI حيث DI إما صفر أو واحد بيعتمد يعني العينة أخذناها من المدينة والريف أو الشخص اللي سألناه سجل ابنه ولا لقى في المدينة أو الريف زائد A4 الآن A4 معامل لماذا؟ معامل التفاعل بين مستوى الدخل وقاطن المدينة والريف إذا كان ساكن ثري فقمت صفر وبالتالي ليس هناك تفاعل إذا كان واحد صحيح فهناك تفاعل بين مستوى الدخل وساكن المدينة نكمل الآن يبين هذا النموذج أن هناك تفاعل بين مستوى دخل الأسرة مستوى دخل الأسرة هذا هو وقاطن المدينة هذا لأنه إذا كان يساوي صفر فهو يقطن لا يقطن في المدينة فإذن يكون A4 كلية هذا مش موجودة وتكون نقطة التقاطعة في هذه الحالة نقطة التقاطعة تساوي A0 زائد A3 هذه A3 لأنه هاي تساوى حصيح ميل الدالة كلها تساوي A1 هذه زائد A2 زائد A4 عندما نشتق بالنسبة لهذا أو هذا الميل بعطيني مجموع يعني الآن المعاملات A1 زائد A2 زائد A3 وأذكر الآن سأكررها أكثر مرة بأن DI21 لقاطل مدينة وصفر لخلاف ذلك نتابع الحالة الثانية أنه الآن التفاعل ليس بين الدخل وقاطل مدينة الآن بين المستوى التعليمي وقاطل مدينة فيصبح النموذج كما يأتي الآن R sub I ساوي A0 زائد A1 في مستوى الدخل زائد A2 في مستوى التعليمي زائد A3 في قاطل المدينة أو الريف لكن هذا إذا كان قاطل الريف يسعى صفرا فبقم كله صفر A4 الآن معامل عبارة التفاعل أو المتغيرين متفاعليين هما مستوى التعليمي زائد القاطل في المدينة لأنه إذا كان صفر فبقم كلها تساوي صفرا فالمدينة يساوها صحيح إذن هنا التفاعل بين المستوى التعليمي وساكن المدينة يبين هذا النموذج أن هناك تفاعل بين مستوى التعليمي للشخص وقاط المدينة وتكون نقطة التقاطع اللي نفسها الآن A0 زائد A3 هذه لأنها هي واحدة صحية أما ما يلدى له فهو A1 زائد A2 زائد A4 للمدينة طبعا لأنه هذا إذا كان يساوي صفرا فكله يصبح صفرا وهذا يصبح صفرا فالآن هذا الميل الحادث الثالث اللي الآن التفاعل بين مستوى التعليمي ومستوى الدخل وبالتالي الRI الآن تساوي A0 زائد A1 في مستوى الدخل زائد A2 في المستوى التعليمي زائد A3 في قاط المدينة أو الريف زائد الآن A4 مضروب تفاعل الآن بين المستوى التعليمي ودخل الأسرة يبين هذا النموذج أن هناك تفاعلا بين مستوى الدخل والمستوى التعليمي مستوى الدخل هذا والمستوى التعليمي نقطة التقاط هذه تبقى كما هي A0 زائد A3 إذا كانت هذه تساوي صفرا فتصبح الآن لسكان الريف A0 لكن إذا واحد صحيح فبتكون A1 زائد A3 للمدينة طبعا ميل الدالي الآن هو A1 A1 زائد A2 زائد A4 A1 زائد A2 زائد A4 ليش؟ لماذا؟ لأنه الآن يعني هناك تغير في هذا RI نسبة إلى الدخل نسبة لمستوى التعليمي وعبارة التفاعل لأنه هنا التفاعل الآن بين المستوى التعليمي ومستوى الدخل الإضافة النوعية في هذا النموذج أن الأثر الإضافي لوحدة إضافية لاحظوا الأثر الإضافي لوحدة إضافية من الدخل يعتمد على المستوى التعليمي أي أن الآن المشتقى الجزئية الأولى لعدد الطلب المستجدين في المدارس خاصة نسبة إلى الدخل يساوي A1 هذه مشتقى بسبب الواي آي وA4 مضروف في إيداء إذن يعني هذا يؤثر على عدد الطلبة عندما يتفاعل الآن مع الإنكر وأن الأثر الإضافي لكل وحدة إضافية من التعليم يعتمد على الدخل نفسه الآن التغير يعني المشتقى الجزئية الأولى لRI عدد طلبة والسجدين في المدارس خاصة نسبة إلى ماذا عدد السنوات الدراسي لرب الأسرة تساوي A2 هذه زائد A4 لكن في مستوى الدخل وتلاحظون كيف مستوى الدخل يؤثر الآن على نتيجة للتفاعل طبعا أذكر بأن DI جسال واحد لقاطل المدينة صفر لخلال ذلك التقديرات الآن حصلنا على التقديرات من بيانات كبيرة يعني نسبيا فليس هناك مجال أن نضحها هنا كانت كما يلي التقديرات طبعا هذه الحالة الأولى كانت النتيجة كما يلي الحالة الأولى بأن عدد طلبة المقدر طبعا من الدالة المسجرين في المدارس الخاصة تساوي 165.85 زائد 3.9 في مستوى الدخل زائد 1.5 في المستوى التعليمي لرب المسر زائد 1.75 للمدينة لاحظون لأنه ساكب المدينة بيكون عليه يعني أكثر بطالب و3-4 طالب عن القرية أو البادية زائد 2.5 نتيجة العبارة التفاعل بين مستوى الدخل وقاطل المدينة وبالتالي لأنه يعني الدخل خلنقول مستوى الدخل لقاطل المدينة أدى إلى زيارة عدد طلبة بمقدار 2.5 لكل أسرة لكل أسرة بمتوسط ما يعني الآن بأن نقص التقاطع في هذه الحالة تساوي 1.3 تساوي 85 زائد 175 هنا هاي نقص التقاطع وتساوي 167.6 وما يلد اللي هو A1 زائد A2 زائد A4 A1 لاحظوا لي هي 3.9 زائد 1.5 زائد A4 2.5 وتساوي 7.9 وأن الآن الأثر يعني التغير في عدد طلب المسجلين في المدارس الخاصة نتيجة للتغير في الدخل يساوي 3.9 زائد 2.5 في 1 هذه فلاحظوا لي أنه يعني ساكن أو قاطل المدينة يؤدي إلى زيارة طلب بالمتوسط المسجلين في المدارس الخاصة بمقدار 2.5 أو 2.5 طالب أوكي بالمتوسط وأذكر بأن DI 1 لقاتل المدينة وصفر لخلال ذلك دعنا نكمل الآن الحال الثانية نتائجها كما يلي تفاعل بين مستوى التعليمي مستوى التعليمي والدخل بقيت كل متغيرة كما هي لكن عبارة التفاعل قبل قليل ذكرنا بأن التفاعل ما هذا التفاعل بين مستوى الدخل وقاطل المدينة الآن التفاعل بين مستوى التعليم وقاطل المدينة كانت النتيجة كما يلي R سب I هات سو 138 ونص زائد 2.8 في مستوى الدخل زائد 1.9 في المستوى التعليمي لرب الأسر في قاطل المدينة زائد 2.9 للمستوى التعليمي عندما تفاعل المتغيران الآن مستوى التعليمي مع قاطل المدينة ما يعني الآن نقص التقاطع هذه 138 ونص زائد 1.95 لأنه بالمدينة تساوى على الصحيح تساوى 140.45 ومي للدال اللي هو A1 زائد A2 زائد A4 تساوى 2.8 هي A1 زائد A2 109 زائد 2.9 اللي هي A4 وبالتالي تساوي 7.9 لكن الآن التغير يعني المشتقى الجزئي لRI نسبة لمستوى التعليم بمعنى آخر التغير في عدد طر المستدينين في المدينة نسبة للتغير في سنوات الدراسة لرب الأسرى تساوي الآن 1.9 زائد 2.9 بمعنى آخر إذا أنه الآن سكان المدينة يشاركوا بزيارة عدد طر المستدينين من درس خاصة بمقدار 2.9 طالب بالمتوسط عندما يتفاعل الآن هذان المتغيران نتابع الآن وذكر طبعا هذه الحقيقة دي آيفسا 1 لقاطل المدينة الصفر لخلال ذلك الآن الحال الثالث قبل الأخير اللي بدي أتحدث عنها أن النتيجة كانت كما يلي التفاعل الآن بين المستوى التعليمي بالسنوات و YI مستوى الدخل بالدينار بالدرهم بالدولار بالجنيه شو ما كان بصرف المحدد القياة فRI تساوي طبعا هاي هات حتى نكون دقيقي العلميا تساوي 145.1 زائد 1.89 في مستوى الدخل زائد 2.1 في المستوى التعليمي زائد 1.76 في دي آي حيث دي آي تساوي 1 لقاطل المدينة وإذا كان يقطن بالريف أول يذهب يعني يصبح صفرا زائد 3.78 EDI في واي تفاعل مستوى التعليمي مع مستوى الدخل فكانت النتيجة طبعا هاي الارر هنا مشطوب يعني بالخطأ انسيت اني امسح يبين هذا النموذج ان هناك تفاعل بين مستوى الدخل والمستوى التعليمي نقطة التقاطع 145 زائد 176 صح تساوي 146.3 الآن ميل الدالة A1 هذه A1 1.89 زائد A2 2.1 زائد معامل التفاعل هنا 3.78 من ساوي 7.77 اوكي الاضافة النوعية في هذا النموذج ان الاثر الاضافي لوحد اضافي من الدخل الاثر الاضافي لوحد اضافي من الدخل يعتمد على ماذا على المستوى التعليمي اي ان الان التغير في عدد طلب المشجرين في المدارس الخاصة نسبة للتغير في الدخل يساوي 1.89 زائد 3.87 في مستوى التعليمي اختار اي رقم معوض بيكون بالحالة هاي الاثر المستوى التعليمي والاثر الاضافي الان لكل وحدة اضافي من التعليم يعتمد على الدخل معنا اخر التغير يعني معدل التغير في ر اي اللي هو عدد طلب المشجرين في المدارس الخاصة نسبة للتغير في عدد السنوات يساوي 2.1 هذا هو زائد 3.78 اللي هو عبارة التفاعل في معنا ذلك انه اذا اخترنا الان اي مستوى الدخل يؤدي الى طبعا يعني 15 20 2000 2000 هذا بتضرب في هذا الرقم بتجمع اله 2.1 بعطيني التغير الذي يحصل في عدد الطلب المسجرين في المدارس خاصة نسبة للتغير في المستوى التعليمي الحالة الاخيرة من الممكن في بعض الحالات ان تكون اشارة معامل عبارة تفاعل من دراسة دولية حجم المبيعات من سلعة ما تساوي نقطة التقاطع زائد A1 في P زائد A2 في الادبرتايزمن يعني هون الان هي تربز S سب كيو الى حجم المبيعات من سلعة رفاهية كأن نقول عطور غالية كأن نقول حواسيب غالية كأن نقول هواتف غالية وما هكذا اللي هي الاكستيريوس قود يعني نسمي سلعة رفاهية وترمز P الى سعر السلعة وترمز ADV الى حجم الانفاق على الدعاية والإعلان عن السلعة هذه الدراسة الدولية نتوقع من ناحية نظرية وتطبيقية أن تكون الآن A1 هذه A1 أن تكون سالبة أي أن أثر أي أن أثر السعر على حجم المبيعات يكون سالبا تطبيقيا أو نظريا كلما ارتبعت أسعار ينخف حجم المبيعات متوقع من النظرية الجزئية ونتوقع بأن A2 هاي A2 أكبر من صفر أي أن زيارة زيارة الانفاق على الدعاية والإعلان تؤدي إلى زيارة حجم المبيعات لكن بيّنت إحدى الدراسات بأن ماذا هذه الآن الدراسة الدولية حجم المبيعات هنا S سب كو طبعا هات تساوي 2.3 2.3 سالب 1.2 مضروبة بالسعر مستوى السعر زائد 4.1 في حجم الدعاية والإعلان زائد 2.9 مضروب في السعر زائد مضروب في السعر بي السعر مضروب بماذا بحجم الدعاية والإعلان لحظة إذن إشارة موجبة هنا حيث ترمز الآن SQ إلى حجم المبيعات من سعة رفاهية ماء وترمز بي إلى سعر السرعة وترمز ADB إلى حجم الإنفاق على الدعاية والإعلان كما ذكرنا عن السرعة تشير الآن A3 هاي A1 A2 A3 هاي A3 ساوي 2.9 أكبر من صفر موجبة إلى أن أثر الإنفاق على الدعاية والإعلان قد عمل على تحييد الأثر لاحظوا لهايها هاي لاحظوا إشارة موجبة هنا متوقع أن تكون موجبة هاي متوقع أن تكون سابقة لكن عندما تفاعل المتغيران السعر مع حجم الدعاية والإعلان إنفاق عليه طبعا طلعت الإشارة موجبة فهنا لأن الإشارة شو بتقول تشير إلى أن أثر الإنفاق على الدعاية والإعلان قد عمل على تحييد الأثر السلبي للسعر نتيجة لزيارة حجم الإنفاق على الدعاية الآن وقد عزاها الباحثون إلى أن الدعاية المؤثرة تصنع قناعة قوية في نفس المستهلك بأن السلعة تستحق السعر المرتفع لها وبالتالي فإن ارتفاع السعر لا يؤثر في حجم المبيعات من السلعة سبحان الله هذه الآن نتيجة مهمة جدا ومنطقية تفسيرها منطقة جدا جدا أرجو أن تكونوا قد انتبحتم وإن شاء الله إني قدمت في هذا المقطع ما يعني ما يكون فيه فائدة كبيرة لكم أحبتي في مساق الاقتصاد القياسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قديم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة